بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفري واتودي نحن سوف نتحدث عن الملزمة الملزمة هذة موجودة مثل ما ذكرنا سابقا موجودة بكل المكاتب في العراق قاعدة الزمن فهي فاعل زاد فعل يحتوي على أس أو فعل مجرد زادا تكملة الجملة فاعل فعل يحتوي على أس الشخص الثالث أو فعل مجرد حسب القاعدة زادا تكملة الجملة القاعدة تقول إذا أجاك you, we, they, I تختار فعل مجرد إذا أقات he, she, it أي اسم مفرد نختار أس الشخص الثالث مثال عليه he, where, at school, we جمع ما رح أضيف أي شي مفرد he works ضيفة أس الشخص الثالث للفعل لأن الفاعل مفرد ركزدي على حالة النفي جدا مهمة حالة النفي رح نستخدم الدو والداز إذا كان الفاعل مفرد طيب إذا كان الفاعل مفرد الهي والشي والإت تاخذ داز إذا كانت you, we, they, I تاخذ دو بالنفي فأجيك مثال he works at school قالك سويها نفي رح تقول له he does not work at school يابا ليش سويتها النفي بالداز لأن الفاعل هي I don't work at school ليش خلينا don't لأن I ياخذ the don't وأيضا أريدك تركز لي على الإختصارات the do not تختصر إلى don't the does not تختصر إلى doesn't هذه أيضا الإختصارات ركز لي عليها نجي على صيغة السؤال بالنسبة لصيغة السؤال فأيضا ركز لي عليها بحالة السؤال do أو does زائد فاعل زائد فعل مجرد زائدا تكملة لا تنسى حالة النفي والسؤال يكون الفعل مجرد she does work at school she works at school فلأنه عندي شي رح أخليها does she work at school والأس ما رح أخلي لها أي إضافة لأنه حالة سؤال بالنسبة لي الكلمات التي تستخدم مع هذا الزمن فمثل ما تشوفونها أمامكم always, every day, month, year, never, often, normally, seldom ذول الكلمات كلهم نستخدم إياهم بزمن المضارع البسيط ولا ننسى المعنى هم إلى دور وراح نشوف هذا الشيء خلينا نرجع للكتاب ونشوف إذا أكم ملاحظة شيء مهم يقول we use a present symbol to talk about things general الأشياء اللي تتم بشكل أعداء احتيادي عامة نستخدم لها زمن المضارع البسيط خليها ملاحظة جدا مهمة كتب لي أها يمك يقول we use it to say that something happens all time or repeatedly ركز لي على هذا الكلام كل شيء مهم الأشياء التي تحدث بشكل مكرر repeatedly هذا نستخدم لها زمن المضارع البسيط يعني أي حقيقة أي جملة تتكرر بشكل دائما نستخدم لها زمن المضارع البسيط مثال nurses look after patients in hospitals الممرضات تعتني بالمرضة بالمستشفى جملة عادية حقيقية بسيطة شيء تتم بشكل يومي عادة فأخذنا لها زمن المضارع البسيط وكتب لي أمك ملاحظة أكثر زمن استخداما في اللغة الإنجليزية هو زمن المضارع البسيط يعني إذا أجدتك جملة وما عرفتها على أي شيء قبل حطها مضارع بسيط مثال آخر I usually go away at weekend أنا عادة ما أذهب بالعضلة شيء تكرر مضارع بسيط The earth goes around حقيقة إحنا قلنا الحقائق والعادات الحقائق الكونية تستخدم مضارع بسيط The earth goes around the sun الأرض تدور حول الشمس مضارع بسيط الكافي يفتح الساعة السابعة في المساء شيء يتكرر كل يومية أيضا مضارع بسيط حالة النفي والسؤال إحنا أخذناها وأريدك تكتب لي ملاحظة إذا أجدتك أداة سؤال يعني إذا أجدتك مثلا الوير إش راح تسوي اكتب لي يومك ملاحظة راح تكون القاعدة وير وهي القاعدة شاملة لكل الأزمنة وير زائد الفعل المساعد وير زائد فعل المساعد وير زائد فعل المساعد زائد الفاعل زائد الفاعل زائد كم يعني فعل مجرد زائد فعل مجرد زائد تكمله هذه هي قاعدة إذا أجدك أداة استفاهم وهذه القاعدة راح نطبقها على الكل هس راح تشوف شوف هنا وير أداة الاستفاهم أداة سؤال دو فعل مساعد يو فعل كم فعل مجرد تكمله ورها what do you do الوقت أداة السؤال دو فعل مساعد يو فعل دو مضارع فعل رئيسي ونفس الحالة راح نسويه بحالة السؤال وحنا أخذنا شن يعني حالة السؤال وحالة النفي وتحدثنا عنهن بالملزمة أسعدنا promise ويقولك sometimes we do things by saying something for example when you promise to do something you can say I promise when you suggest something you can say I suggest فمرات نقدر نستخدم هذا التركيب واللي يستخدم بشكل عام للمضارع البسيط يعني مع المضارع البسيط فمن أقول what do you suggest هذا مضارع بسيط فاكتب لي عبارة suggest مع المضارع البسيط I apologize I advise I insist هل أني دائما يجيني بحالة المضارع البسيط انتهى اليونت الثاني نشوفكم إن شاء الله أبن حاضرة أخرية قبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته